موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان كل عام وأنتم بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض اولى حلقات شرح منهجنا هنشرحه مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله يلا نبدأ مع بعض في البداية احب انوه كده عن حاجة صغيرة ان شاء الله منهجنا منهج سهل وبسيط هنشتغل من كتاب المعاصر عشان اللي حابب يتابع معايا واللي حاوز يتابع معايا من كتاب الباهر ما تقلقوش انا كمان هحل معاكم كل الامتحالات الموجودة في كتاب الباهر احب انوه عن حاجة كمان ان شاء الله منهجنا زي ما قلت سهل وبسيط لكن مليان بالكلمات الكتيرة والتعبيرات وحروف الجر لازم كده في البداية ناخد كده الكلمات ونحفظها اول باول علشان مش تترقمش علينا وفي الاخر نلاقي كم كبير معانا من الكلمات واحنا مش حافظين حاجة الاسئلة السنة دي في اسئلة اضافية عندنا في المنهج زي اسئلة الديالوج فبالتالي احنا لازم يكون عندنا اكبر قدر من الكلمات والتعبيرات وحروف الجر وكمان نكون متمين جدا ومذاكرين كويس جدا الجرامر اللي موجود معانا في المنهج تمام؟ قلت كده في البداية نهتم اول باول طبعا زي ما شايفين معي الكتاب كل بالكامل عبارة عن درسين درسين فبالتالي انا لو لقيت وقت الفيديو حيكون طويل هاستم لكم الفيديوهات الى جزئين يقضنا النهاردة عبارة عن فبالتالي انا هاستم لكم الى النهاردة هناخد بارت 1 وان شاء الله الى حلقة القادمة هناخد مع بعض بارت 2 هيكون عبارة عن جزء الجرامر واذن الله تعالى كل فيديوهات المنهج هتلاقوها دايما في اول طاليق موسيبط تحت الفيديو وكمان هسيب لكم لينك التليجرام علشان اي سؤال وليه المتابعة كمان تمام يلا نبدأ مع بعض عنوان اليومي بتاعنا النهاردة معناها صيف رائع بعنوان يعني انشطة العطل تعالوا معايا في البداية نبدأ كده باهم الفكاب اول كلمة معايا وهي فيكيشان 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 معناها عطلة يبقى عطلة او اجازة معناها فيكيشان بطولة او دوري معناها طانمينت 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 معناها بطولة او دوري هنا بيقولك شايفين حصد حرف الان كده ما بين القسين معناها ده يعني نون ده معناها ايه؟ يعني ده نون يعني اسم طيب اللي بعده يبقى عندنا tournament 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 معناها بطولة او دوري طيب ورشة عمل workshop 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 يعني بشة عمل ودي noun اسم مدرب ريادي coach 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 وبرضو حتطلق حرف الان معناها noun يعني ده اسم اه تطوع او متطوع يعني volunteer 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 هنا بيقول لك ايه ان هي لو فيها اي دي يعني بقول volunteer volunteer فدي كده اصبحت verb يعني فعل وهي هتبقى اسم فعندنا اللي هو volunteer volunteer اللي هو المتطوع تمام فورم باست فورم باست فورم باست معناها منشور في منتدم هنا عندنا كلمة فورم دي معناها منتدى فورم باست معناها منشور في منتدم مركز toes ريساكل يعني تدوير مركز يعاني تدوير ريساكلنج سنتر ريساكلنج سنتر معناها مركز يعاني تدوير طيب بعدين نتركزوا معايا في الكلمة دي الكلمة دي اسمها ايه امتي 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 ريساكلنج center ماانها مركز اعاني تدوير تويب بعدين نالك فيه الاني cousin cdia ؛ ايكيد Moż يكون يعني ما بنطقهوش بقول امتي امتي ودي بتكون دي ايه يعني صفة معناها فارغ اي اي طبعا اخدناها قبل كده وهي معناها يعني الزكاء الاصطناعم ودي الاختصارة بتاعته باي اي اي اول حاجة عندنا بي الاي وعندنا الاي في زكاء الاصطناعم بعدين عندنا كلمة معناها يتخيل بعدين في معناها موهوب موهوب ودي بتكون يعني صفة اللي بعدها عندنا اسمها خلي بالكم علشان هلاخد دلوقتي في فرق ما بين وفي فرق ما بين دي معناها مرهق او متعب دمام خلي بالكم هناخد دلوقتي الفرق ما بينهم خلينا بس دلوقتي ناخد الكلمات وبعدين ناخد الفرق فعندنا دي معناها مرهق او متعب ودي بتكون دي ايه يعني دي بتكون صفة اللي بعدها معناها حديقة مجتمعية ودي اخدناها قبل كده اللي بعده هنا حرف الو لما بيجي بعده حرف الار الو بيكون ما بنطقهوش بقول رابر رابر معناها ايه معناها غلاف ودي نون اسم اكتيفتي 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 ده نشاط وبرده نون اسم باسترز 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 اللي هي المنصقات ودي برضه بتكون نون اسم بعدين هنا كتاب المعاصر جايب لك كده بيقول عاوزنا نكمل باستخدام الكلمات اللي موجودة في السندوق هنا اول حاجة جاي بتايرينج وقلنا معناها مرهق او متعب قادش اللي هو المدرب اه تانمينت معناها ان بطولة او دوري واركشوب تتعمل فيكيشنز يعني عطلة او اجازة نومبر وان بيقولك احنا ممكن نعمل عديد من الانشطة في السمر هقول سمر ايه يعني اللي هي العطلة فدي نومبر وان يعني فيه الاجازة الصيفية او العطلة الصيفية نومبر تو مي داد واركس اين ام يعني والدي بيشتغل في ايه بيقول نير اور هاوس بالقرب من بيتنا بيعمل طبعا في واركشوب في المحل it's not to stay up too late every night بيقولك بيكون ايه هقول طبعا ده بيكون متعب او مرهق يعني انك انت تفضل طول الليل يعني او تقعد يعني لفترة الليل المتأخرة دي فبالتالي هقوله ايه هقول طيرنج ان ده بيكون ايه متعب نمبر فور اور تيم توك بارت اين افوتبول فريقنا توك بارت دي طبعا ماضي معناها ايه شاركة فريقنا شاركة اين فوتبول في فوتبول ايه هقول له يعني بطولة الدوري في البطولة او في الدوري في العام الماضي فبالتالي انا هختار هنا ايه تمام تعالوا معايا نشوف اللي بعده اللي هو الوالدين بابا وماما وطبعا الكلمة دي بتكون اسم بعدين في اللي هما الاجداد تمام لها الجد والجدة يعني اسمهم برضو دي بتكون تمام اه بعدين هنا في صافتوير 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 ليها برامج الحسوب وديناي معناها يحرز او يسجل Verf بعدين في معناها عصب او متوتر ودي بتكون لازم نكون عارفين كل واحدة بتكون ولا ولا دي معناها امن ودي بتكون برضو يعني صفة دي معناها او يشوت ودي بتكون لو حطناها اي دي بقوة معناها ركلة او شاطة تمام وبتكون فعلة اضالت 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 يعني ادجكتف وبتكون كمان عندنا نون معناها راشد او بالغ لوكل 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 معناها محلي دي بتكون ادجكتف جولز 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 اهداف دي نون منشن منشن شير الى وطبعا دي بتكون عندنا لو حططلها اي دي بتكون يعني فعلة بلغ باست بلغ باست بلغ باست بلغ باست منشور مدونة جاين 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 طبعا الماضي بقول جاين وبيكون فرب يعني ده فعل بمعنى ينضم الى نيبورز 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 دي جيران واسم نون يعني فوتبول كلاب فوتبول كلاب يعني نادي قوة القدم اكسايتد 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 دي ادجكتف معناها متحمس فيماس 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 ادجكتف برضو معناها مشهور اريا 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 معناها منطقة او مساحة ودي نون تمام طيب تعالوا معايا كده نشوف اللي بعده معايا في كلمات تانية اول كلم معايا نوتس 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 معناها يلاحظ كانز 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 يعني علب من المعدن ميتنج 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 يعني لقاء او اجتماع اسمه ميتنج ميتنج عضو فيه فريق معناها ميمبر 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 الشباب young people young people young people الشباب solve 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 يحل project 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 مشروع leader 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 قائد collect 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 معناها يجمع وطبعا ده فيرب لو حطيتله ed بمعنى جمعة وده ماضي هنا leader leader قمامة positive 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 ايجابي surprise 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 مندهش repeat 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 معناها يكرر حضط لك هنا الed يعني لقول repeated repeated معناها كرره ودي بتكون verb alphabet 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 دي معناها الحروف الابقادية اللي هي الabcd يعني تمام الحروف بتاعتنا احنا عرفنا فدي اسمها alphabet especially 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 معناها خاصة او على وجه الخصوص هنا check 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 معناها يختبر او يفحص chocolate bar chocolate bar يعني قالب الشوكولاتة new 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 دي adjective معناها جديد معناها ايه جديد في الافعال المنتظمة والغير المنتظمة عندي هنا teach 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 معناها يدرس او يعلم الماضي taught 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 والتصريف التالت برضو taught taught طبعا التصريفات الافعال دي مهمة جدا لان في الحلقة القادمة ان شاء الله هشرح فيها زمن past زمن الماضي فطبعا الماضي لازم نكون عارفين الفعل شكله في present في المدارة وشكله في past بيكون عامل ازاي تمام وطبعا زي ما قلت الجزئية دي مهمة جدا جدا معي الماضي اللي بعده تاي ساي سد سد وين وين يفوز وان 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 سواء ماضي او تصريف تالي بعدين ست 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 تغرب الشمس في الماضي برضو ست ست understand 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 يفهم الماضي understood understood وبرضو في التصريف التالت عندنا هنا grow 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 يعني ينمو الماضي grow وتصريف التالت growing growing هنا leave 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 يعني يغادر الماضي left 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 وتصريف التالت برضو كمان left left هنا يقرأ يعني read 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 الماضي read والتصريف التالت برضو ايه عندنا read read يكتب write 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 الماضي wrote 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 والتصريف التالت كمان عندنا ايه written 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 هنا جيب لك كده كلمات يعني زمانة لفظية يعني ايه يعني تعبير بيكون كامل على بعضه يعني زي لما اقول ايه win a tournament win a tournament معناها يفوز ببطولة لما اقول win a tournament معناها يفوز ببطولة طيب دي على بعد كده تمام لما اقول have fun او have a better life have fun معناها يمرح او يستمتع تمام الاتنين على بعد كده لما اقول have fun معناها يمرح او يستمتع او لما اقول have a better life have a better life معناها يحصل على حياة افضل طيب عندي كلمة برضو score لما اقول score goals score goals معناها يحرز اهداف بقول ايه score goals طيب عندي كمان make make دي بتيجي مع ايه مع ثلاث حاجات دول لما اقول make a mistake يعني يخطئ make a mistake معناها يخطئ لما اقول make changes make changes معناها يقوم باحداث تغييرات make changes make changes يعني يقوم باحداث تغييرات لما اقول make a poster make a poster make a poster معناها يصمم منصق يبقى زي ما اقول الحاجات دي برضو حفظ ومهمة جدا جدا لازم يذكرها كويس تعالوا معايا نشوف اللي بعضه تعالوا معايا هنا بيقول هنا synonyms 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 معناها المراضف او المعنى بتاع الكلمة تمام وعندنا هناخد برضو حاجة اسمها انتنامز 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 معناها العكس او ال opposite او المضاد يعني الكلمة دي والكلمة دي مهمين جدا لازم نعرفهم ولازم نحفظهم ايه معناها احنا دلوقتي هناخد عندنا ال word الكلمة وهناخد ال opposite ليها او ال anthonym ليها العكس يعني وهناخد synonyms اللي هو المراضف يعني مثلا عندي كلمة ون معناها يفوز لما اجي اجيب المعنى يعني ايه معنى يعني ذي في اللغة العربية لما اقول لك كده يعني ايه يفوز بتقول لي ايه معناها يحقق او ينجز فقلتلك عاوز العكس هتقول لي ايه مخسر هو ده في اللغة الانجليزية ومصداب نفس الشيء لما اجي اقول لك هاتلي كده the synonym of the word ون هاتلي المعنى لكلمة ون هتقول لي ايه معناها achieve 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 معناها يحقق او ينجز يعني طيب لو قلتلك هاتي ال opposite او هاتي ال anthonym هتقول لي معناها ايه lose عكسها ايه هتقول لي lose 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 يعني يخسر او يفقد يعني تمام يبقى زي ما احنا بناخد كده في اللغة العربية نفس الشيء برضو معايا هنا في اللغة الانجليزية طيب start 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 لما اجي اجيب السنينم ليها هقول ايه begin 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 يعني يبدأ لما اجي اقول لك هاتي ال opposite او ال anthonym هتقول لي ايه finish 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 يعني خلاص انتهى او end يعني انتهى save 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 معناها امن طيب لما اجي اجيب السنينم هقول معناها ايه protected 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 طيب لما اجي اجيب العكس هقول او opposite او ال anthonym هقول dangerous 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 معناها خطير طيب عندي كلمة strange strange معناها غريب تمام حاجة غريبة يعني حاجة غير مألوفة كده فدي السنينم انا بتاعتها هقول unusual unusual طيب لما اجي اجيب ال opposite هقول ايه هقول normal او هقول usual او هقول common كل الكلمات دي تنفع في ايه في opposite يعني غريب حاجة غريبة حاجة انا مش بتعود عليها حاجة غير مألوفة بقول او غير عادية بقول unusual طيب لو عاوزي اجيب opposite ليها يبا هقول له ايه هقول له لا حاجة معروفة يعني هقول له normal عادية يعني او usual عادية او طيب عندي هنا possible 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 معناها محتمل او ممكن يعني طيب اللي عاوزة اجيب السنينم هقول likely likely او هقول probable 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 معناها ايه معناها يعني محتمل العكس بقول impossible impossible يعني مستحيل طيب عندنا كمان حاجة اسمها تمام وعندنا معناها الباجئات و معناها النهايات اللي انا بحطها في الكلمة في البداية او بحطها في النهاية فبتغير عندنا معنا الكلمة يعني مثلا انا عندي ال اي ار هو جاب لك ال اي ار وجاب لك ال اي دي تمام اي اي ار دي تمام بيقولك ايه تكون الاسم من الفعل بتكون الاسم من الفعل يعني ايه يعني مثلا عندي play play دي ايه فعل صح play دي فعل طيب play دي انا قلت ان هي فعل لما اجي انا احط لها اي ار في اخرها يبقى تبقى ايه player يعني player يعني لاعب اصبحت من play اللي هي فعل باضافة ال اي ار في اخرها اصبحت ايه اصبحت player يعني لاعب طيب هنا lead معناها يقود لما انا ضفت لها ال اي ار اصبحت ايه leader 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 يعني قائد طيب هنا teach teach يعني يعلم طب لما انا ضفت ال اي ار اصبحت ايه معلم او معلمة بقول teacher teacher طيب لك ايه تاني المقطع اللي هو ده اللي هو ال اي تي اي او ان بيقول لك ايه ده كمان بيكون الاسم من الفعل يعني ايه يعني انا مسلا عندي prepare ده فعل بمعنى يعد او يجهز طب انا عوزة اخلي اسم يبقى انا احط له ايه احط له المقطع ده اللي هو ال اي تي اي او ان اللي هو preparation 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 معناها ايه معناها استعداد معناها ايه استعداد او تجهيز معناها تجهيز او استعداد طيب لك ال اي دي ال اي دي بيقول لك تكون الصفة من الاسم او الفعل الصفة بتتكون من فيم من الاسم او الفعل يعني مسلا عندي ايه عندي كلمة surprise surprise لو انا حطت لها ال اي دي في الاخر اصبحت surprise هي surprise ده فعل لو انا ضفت له ال اي دي هتبقى surprise يعني ايه يعني متفاجئ او مندهش فبالي احنا عندنا فعل الفعل ده اصبح ايه لما ضفنا له ايه دي اصبح اصبح صفة ان هو ايه متفاجئ او هو مندهش تمام تعالوا معايا كده هو مديك هنا ايه على الجزئية دي لو قلت لك تشوز number one ويقعد زا صفكس احنا ممكن نضيف عندنا ايه زا ناون عشان نكون اسم من ايه من الفيرب اللي هو ليد انا عاوزة من ليد دي تفعل عاوزة اخليها ناون اسم يبقى هتبقى ايه حضف لها ال اي ار عشان تبقى ايه تبقى ليدر تبقى ايه تبقى ليدر بالشكل ده فلما ضفت ال اي ار دي هي اصبحت ايه اصبحت ايه اصبحت نون يعني قائد اسم طيب عاوز بيقول زا نقط شينجز زا word talent into an adjective كلمة talented عاوز يحولها لأجيكتف هيحولها لصفة هتبقى ايه هتبقى talented talented هضيف ال اي دي في النهاية عشان تبقى adjective صفة معناها ان موهوب شايفين اهو بيقولك ايه بيقولك the opposite بيقولك ايه the opposite يعني عكس اهو شايفين the word safe عكس كلمة safe عكسها ايه عكسها طبعا dangerous يعني خطير طيب the synonym of the word strange اه عاوز بيقولك synonym المراضف لكلمة strange الكلمة strange قلنا strange دي معناها ايه معناها غريب تمام يبقى عاوز معناها يبقى هقوله unusual unusual معناها يعني غريب او غير مألوف او غير عادي يعني اوكي تعا شوفوا اللي بعده جايب برضو general notes on reading and listening جايب هنا برضو ملاحظات عامة على reading and listening شايفين هنا جايب ايه جايب يقولك ازاي تفرق ما بين quiet و quiet دي اللي هي q u i t اللي هي دي دي equals calm 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 يعني ايه calm يعني هادي دي معناها هادي quiet بمعنى calm calm يعني هادي ودي بتكون adjective دي بستخدمها كأدجكتف كصفة بمعنى هادي لما اقولك ايه ان ده هادي اقول الولد ده هادي اقول our street is quiet and very safe يعني شارعنا بيكون ايه quiet هادي وايه كمان وبيكون امن جدا فدي عندنا احنا استخدمناها كصفة كأدجكتف يعني تمام يبقى عندنا quiet دي بمعنى calm بمعنى هادئ اما quiet عندنا quiet دي quiet دي اللي هي q u i t e دي معناها الى حد ما معناها ايه الى حد ما ودي بيكون دي adverb دي حال وبعدها بيجي adjective بيجي بعدها ايه adjective يعني بيجي صفة لما اقول she is quiet good at tennis شايفين معي quiet دي قلت معناها الى حد ما ودي بتكون adverb حال لما اخدنا العام الماضي لما اقولك ايه الى حد ما فكنا بنقول ايه quiet لما اخدنا الadverb لو تفتكروا فقلنا quiet دي الى حد ما وقلنا كمان اني بيجي بعدها adjective بيجي بعدها ايه adjective صفة اللي هي ايه اللي هي good يبقى she is quiet good at tennis يعني هي لحد ما ايه كويسة في التنس يبقى ده الفرق ما بين quiet اللي هي معناها calm يعني هادئ و quiet اللي هي دي اللي بيجي بعدها adjective صفة ودي معناها الى حد ما اما عندنا tiring اللي اتكلمت عنها في بداية الفيديو و tired اللي هي دي اللي هي دي معناها ايه معناها بصوا ركزوا معايا في التشكيم دي معناها متعب او مرهق دي بتوصف الاشياء والمواقف اما tired اللي هي دي معناها متعب او مرهق ودي بتوصف اللي هو الشخص او people اللي هما النقس يعني تمام يبقى عندنا tiring دي بتوصف ايه things او situations الاشياء والمواقف ودي ايه بتكون عندنا adjective دي بتكون صفة لما اقول his work is too tiring العمل بتاعه بيكون مرهق او متعب هنا وصف ايه وصف العمل ودي بتكون things يعني شيء او situation او موقف فدي عندنا tiring اما tired دي دي adjective ودي صفة بمعنى متعب اقول he works for a long time so he feels tired هو بيشتغل لوقت طويل فبالتالي هو بيشعر ايه tired يعني بتعب هو وصف feels وصف شعوره بان هو بيكون ايه tired يعني احساسه انه هو تعبان لكن لما انا اوصف الاشياء او المواقف فبقول tiring وزي هنا عندنا instead وinstead of ايه الفرق المبينهم عندنا instead معناها بدلا من ذلك اللي هي الاولى دي تعالوا نزل تحت عندنا دي instead معناها بدلا من ذلك ودي بتاجي في نهاية الجملة التانية او في نهاية الجملة الاولى المهم بتيجي في نهاية الجملة بتيجي فين في نهاية الجملة لما اقول هو ما استخدمش السيارة بتاعتم يعني هو استخدم بتاعت مين والده بدلا منها فدي عندنا معناها ايه بدلا من ذلك ودايما زي ما اقول بتيجي في نهاية الجملة تمام اما عندنا ان instead of دي معناها بدلا من معناها ايه بدلا من اللي فيها ازيدة عنها دي فيها اف لكن دي ما فيهاش اف ودي بتكون عندنا بيجي بعدها نون بيجي بعدها اسم او بيجي بعدها الفيرب وفيه ان جي لما اقول ايه اتواز فان توبي اتيتشر من الممتع انك انت تكون تيتشر يعني معلم انستيد اف بدلا من ايه استودنت يعني بدلا من تكون طالب فهنا عندنا جي بعدها ايه بيجي بعدها ايه بيجي بعدها ايه استودنت ودي نون اسم يبقى عندنا الاولى دي بيجي في بتيجي في نهاية الجملة التانية اما عندنا انستيد اف دي بيجي بعدها اسم او بيجي بعدها الفعل وفيه ان جي لما عندنا في بداية الجملة قالك انستيد اف شايفين بدلا من وحط ايه حط فيرب والفرب حط فيه اين جي دو خلاها دوينج يبقى انستيد اف بعدها اسم او بعدها فعل يكون في اين جي يبقى مرة تانية عندنا انستيد اللي هي الاولة دي دي معناها بدلا من ذلك وبتيجي في نهاية الجملة التانية او عموما في نهاية الجملة تمام اما انستيد اف بيجي بعدها اسم او بيجي بعدها اين جي ودي معناها بدلا من تمام قالك ايه انستيد اف بدلا من دوينج جهيز همول بدلا من يعمل الواجب بتاعه هو راحل السرير هو راحل ايه ليه السرير او هو ذهب للسرير تعالوا معايا بعد كده هنا في تعبيرات وخروف الجرم عندنا هنا في التعبيرات اول حاجة بيقول لك ايه رايت ستوريز رايت ستوريز رايت ستوريز معناها يؤلف قصص شوف احنا عارفين ان كلمة رايت معناها يكتب وعارفين ان كلمة ستوري اللي هي قصة كلمة ستوري اللي هي دي دي ستوري معناها قصة لما جينا قلنا عاوزين يؤلف قصص قلنا رايت ستوريز ما هي قصص دي جمع معناها ايه اللي هي stories دي جمع يعني story دي قصة واحدة لو هو هيقلف قصة يبقى هقوله write a story هيقلف قصة لكن هيقلف قصص يبقى هقول write stories يعني يقلف قصص هنا for a while for a while يعني لبعض الوقت tried my best tried my best try معناها يحاول عارفينها لو try الفعل try معناها يحاول فهنا قالك ايه tried my best معناها بازلت قصاري جهدي عمل اللي عليه يعني join the team join the team ينضمن الفريق take part in شايفين كلها على بعض كده take part in معناها يشارك فيه ودي مهمة جدا جدا help out help out معناها يقدم المساعدة يبقى اهلت قوت معناها ايه يقدم المساعدة collect litter collect litter معناها يجمع القمامة ما هي collect جي معناها يجمع give a helping hand give a helping hand يعني معناها يمدي يد المعاونة يعني يساعد شايفين المصطلح كله على بعضه give a helping hand معناها يساعد وبرده المصطلح ده مهم make sure make sure لما قولك ايه make sure make sure يعني يتأكد learn something new learn something new يعني تعلم شيء جديد really fun really fun really fun ممتع للغاية an amazing end an amazing end يعني نهاية رائعة بعدين عندنا حروف الجر clean up clean up clean up يعني ينظف شايفين بيقولك ايه at first at first يعني في البداية decide to decide to decide to decide to معناها يقرر ان بعدها بيجي الفاعل في المصدر يبقى ديه برضو مهمة جدا 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 كلمة decide to بعدها الفاعل في المصدر يعني ايه يعني فاعل بدون اي فاعل الفاعل زي ما هو for the next six weeks for the next six weeks يعني لمدة ستة اسابيع مقبلة عندنا for معناها لمدة next معناها المقبل six weeks معناها ستة اسابيع يبقى لمدة ستة اسابيع مقبلة at the end of at the end of معناها في نهاية wait for wait for معناها ينتظر pick up litter from يجمع القمامة من at night شايفين at night بالليل at night قبلها حرف الجر at معناها ليلا شايفين دي give up give up معناها يقلع عن او معناها يستسلم يبعد عن الحاجة دي او معناها يستسلم فبيجي بعدها اما الفاعل في المصدر او الفاعل في اين جيم يبقى give up بعدها فاعل في المصدر او فاعله في اين جيم over the vacation over the vacation معناها اثناء كلمة over هنا معناها اثناء او معناها خلال الاجازة يعني part of part of معناها جزءا من تمام طيب تعالوا معايا كده نشوف اللي بعده معايا جزء هنا لسكلز المهارات reading and listening يعني اقرأ واستمع جايب هنا بيقول لك ايه hi hi عيام عمر this summer was great مرحبا انا عمر الصيف ده was great يعني كان رائع طبعا هو جاب لك الكلمات مترجمة من تحت يبقى بيقول لك هنا ان الصيف ده كان ايه كان رائع او كان عظيم I played football everyday انا انا لعبت كرة القدم everyday يعني كل يوم عايا هنا الفقرة بتاعتنا بتتكلم في زمن ايه في زمن في زمن الماضي ان شاء الله الى حلقة القادمة هنشرح زمن زمن الماضي تمام انا لعبت كرة القدم everyday كل يوم في البداية هو هنا عندنا احنا بنتعلم ازاي نعمل الجملة عشان نكتب الفاراغراف فقال لك ايه لو عاوز احكي حاجة يعني بالتفاصيل ومن بداية اليوم انا عملت ايه فقول له ايه add first في البداية في البداية I played شايفين هو استخدم عندنا الفعل play حطه في زمن الماضي ليه لاني عندنا القصة اللي هو بيحكيها او الدرس بتاعنا كله بتكلم في زمن في زمن الماضي وعندنا كلمة play لما بتكون في زمن الماضي فعندنا بضفلها ed فهنا حطيت ed بقول I played with some of my neighbors انا لعبت مع ميم مع بعض من جيراني in the street في الشارع our street شارعنا is quiet is quiet يعني كان هادي and very safe شايفين معايا قواني دي اللي خدناها معناها ايه معناها هادئ يعني شارعنا كان هادي وكان آمن جدا we had a lot of fun and we liked to imagine that we were famous football players بيقولك ان احنا استمتعنا كتيرا واحنا يعني حبينا ان احنا نتخيل ان احنا لاعبين كرة قدم مشهورين بعدين بيقول ايه new boy joined in شايفين عندنا ايه عندنا كلمة join معناها انضم join in انضم يعني حط هنا للفعل ده حط له ايدي علشان ماضي بيقولك ايه ان في ولد جديد انضم لنا he told me هي told me عندنا جي ماضي لان مضارع منها ايه تل يعني يخبر هو اخبرني عن a football club in our area اخبرنا عن نادي كرة القدم في الممطقة بتاعتنا on afternoon بعد ظهر احد الايام I decided شايفين حط ايه decided to decided to بعد تو احنا قلنا بيجي فعل في المصدر فحطت هنا جو في المصدر زي ما هي بدون اي اضافات بالرغم ان احنا بنتكلم في زمن الماضي بس لما بيكون معايا تو او اي كلمة بيكون يعني بيجي بعدها فعل في المصدر فخلاص انا مليش دعوها بزمن الجملة وحطت برضو فعل في المصدر اي ديسايد تو جو تو زا كلاب انا قررت ان احنا نذهب لكلاب النادي ذير وير كان يوجد لص اوف بويز الكسير من الاولاد بلايينج ان تو تيمز بيلعبوا في فري ايم اند اي واتش ديم وانا شاهدتهم شايفين ده الفعل اللي هي واتش معناها يشاهد عشان طبعا القصة او الحكاية كلها في زمن الماضي فحطي ايدي انا شاهدتهم فور او وايل معناها لفترة او لبعض الوقت ثم ذا كاتش اللي هو مدرب سو شايفين معايا سو دي فين دي في الماضي دي فين دي في الماضي المدارع منها ايه المدارع منها سي عشان احنا بنتكلم في زمن الماضي فبالتالي كتب ايه كتب سو يبقى عندنا المدرب شافني مي يعني انا and asked وسأل if i played football لو انا لعبت كرة القدم تو ايضا do you want to try playing with the team هل انت تريد انك انت تلعب وانك انت تلعب مع الفريق هو سأل يعني قال له of course بالطبع i did ايوة بالفعل يعني the coach المدرب watching me شافني زي ما قلت عندنا watch d دي ماضي المدارع منها زي ما قلت ايه watch بشيل ايدي يعني المدرب شافني شافني ايه kick the ball بشوت الكرة and بشوت الكرة and said i was a talented بيقول لي اني انا كنت ايه موهوب او زكي يعني بيقول talented football player اني انا لعب كرة قدم مالي موهوب تمام he asked me to join the team هو طلب مني ان انا انضم للفريق for the next six weeks يعني لمدة ستة اسابيع مقبلة i played with my neighbors يعني بيقول انا لعبت مع ميم انا لعبت مع neighbors يعني مع جيراني in the morning في الصباح and then with the team at the football club وبعدين مع الفريق في كرة القدم او في نادي كرة القدم in the afternoon في فترة الظهيرة it was very tiring يعني بيقول لك انها كانت ايه tiring ان معناها مرهق او متعب يعني كانت متعبة او مرهقة but really fun لكن حقا كانت ممتعة at the end of the summer خلاص هو يعني بيختم كده فقالك في نهاية الصمر في نهاية الصيف we took part in شاركنا قلنا took part معناها شاركنا لو قالك عايزها في المضارع فاسمها take part take part in معناها يشارك وده لو بتكلم في زمن المضارع اما هنا عندنا بتكلم في زمن الماضي فادي هنا بيقول took part in in a tournament يعني احنا شاركنا في الدورة i was nervous يعني انا كنت متوتر about it عن ذلك but ولكن excited لكن متحمس i tried my best and scored three goals يعني بيقول اني انا بزلت قصاري جهدي وسجلت تلات اهداف حاول على قد ما يقدر انه هو ايه يسجل تات اهداف our team won the tournament يعني فارقنا فاز عندنا one one دي معناها فاز ماضي زي ما قلت احنا نتكلم في زمن الماضي المضارع منها win تمام اني فارقنا فاز في البطولة it was an amazing end to the summer اني كانت نهاية مزهلة للصيف بعدين هنا بيقول لك ايه يعني عاوزنا نعطي يعني كده عنوان او فكرة ممكن اقول له ايه عمر's summer vacation activities هنا بيقول عمر للاجازة الصيفية ممكن اقول ايه ممكن كمان اقول vacation activities يعني الانشطة الصيفية وخلاص السؤال اللي بعده بيقول what did the coach ask عمر to do ايه الكوتش المدرب يعني طلبه او طلب من عمر انه هو يعمله شايف سكيد ميت جاين لزا تيم هو طلب مني ان انا انضم للفريق تعالوا معايا في اللي بعده بيقول tells us about your summer vacation and post your photos اخبرنا عن عقدتك الصيفية وانشر صورك هنا في البداية بيقول starting a local group to collect letter بيقول انشاء مجموعة محلية لجمع القمامة I not said برضو لسته بنتكلم في زمن الباست هنا بيقولك ايه not said يعني انا لاحظت that another where can you get too many empty cans and chocolate bar rubbers لاحظنا ان كان في عدد كبير من العلب الفارغة والشوكولاتة on the streets in our city في شارعنا بيقول في مدينتنا last summer في الصيف الماضي I decided to شايفين اهو بعد decided to حط الفعل في المنظر I decided to do something about it انا قررت اني انا اعمل شيئا انا قررت ان انا اعمل شيئا about it عن ذلك I didn't want to wait for the adults to clean up our streets بيقول انا ما كنتش منتظر من البالغين ان هما ينظفوا شارعنا اللي هما الكبار هو مش بستني حد من الناس الكبيرة ان هي تنظف الشارع بتاعنا I made عندنا made ده فعل في زمن الماضي المضارع منه بقول ايه بقول make بقول ايه make وده في المضارع I made some posters to ask young people to join my group بيقول انا عملت كده ملصقات عشان اسأل كده اللي هما الصغيرين في السن الشباب يعني ان هما ينضموا للجروب بتاعنا four people came كام واحد جيم جي four people اربع اشخاص came عندنا came دي برضو في زمن الماضي لو عايزها في المضارع بقول ايه بقول come طبعا دي o تمام بيقول اربع اشخاص اتوا to our first meeting الاول اكت معنا we packed شايفين برضو packed دي في زمن الماضي ليه عشان احنا شايفين معي حط ايدي تمام يبقى احنا التقطنا القمامة from one part من جزء of the city من جزء من المدينة هما ايه شالوا منها يعني القمامة put it in bags حطناها في حقائب and took it to the recycling center بناها الى مركز اعادة تدوير the week after that الاسبوع اللي بعدهم eight people fame and then after that there were twelve of us وبعدين بي او كام الاول كانوا four بعدين بي او eight بعدين بي او twelve the group grow المجموعة او الجروب اللي هما عاملينه grow يعني and grow ونما وطبعا دي برضو ماضي الماضي من ايه من grow يعني ينمو تمام هنا عندنا بيقول over the vacation and now it has twenty four members وبدأ ان هو يكبر يكبر خلال الاجازة يعني لحد ما اضمت 24 24 عضو هنا في ايه بيقول writing stories using AI كتابة القصص بالذكاء الاصطناعي last summer الصف الماضي i did بيقول i did something really fun انا عملت شيء حقا بيكون ممتع شايفين معايا هنا استخدم did علشان ده فعل في زمن الماضي بيقول بيقول i took part كلمنا عنها وقلنا took part in معناها يشارك i took part in a project شاركت في مشروع where young people write stories حيثو الناس الصغيرين او الشباب يعني write stories يعني بيقلفوا قصص او بيكتبوا قصص باستخدام AI اللي هو artificial intelligence الذكاء الاصطناعي because computers write them لاني الكمبيوتر هو اللي بيكتب القصص دي اصدو بيها we had to check to make sure احنا مضطرين ان احنا نفحصها to make sure عشان نتأكد that there were no mistakes عشان نتأكد ان مفيش اخطاء ذم يعني فيهم ذم دي اصدو بيها اللي هي القصص اللي هما بيكتبوها before i started بيقول قبل ما انا بدأت i didn't know that AI can write really good stories قبل ما بدأت قبل ما بدأت انا عرفت اني ال AI اللي هو الذكاء الاصطناعي يدر ان هو يكتب يعني القصص بشكل حقيقي you imagine اتخيل that only people can write stories اتخيل كده لو الناس بس هي اللي بتكتب القصص دي but AI can give a helping hand لكن ال AI يستطيع ان هو يمد العون يعني يساعد i was surprised يعني انا كنت مندهش most of stories most of the stories بعض القصص i read بعض القصص اللي انا قرأتها were fine كانت يعني كويسة but sometimes لكن بعض الاوقات i found هنا عندنا found دي دي في الماضي المضارع منها find معناها ايه معناها يجد بيقول بعض الاوقات i found something strange strange دي معناها غريب بيقول بعض الاوقات انا وجدت شيء غريب in them فيهم for example على سبيل المثال there was one story كان في قصة واحدة where the sun never sits حيث يعني الشمس لم تغرب of course بالطبع that's not possible بالطبع ده يعني بيقولك استحالة so i changed that part of the story يعني بيقولك كان في قصة يعني بيقولك القصة دي فيها ان الشمس يعني ما بتغربش فطبعا ده بيقولك شيء مستحيل فبالتالي بيقولك انا غيرت ايه that part of the story غير فيها لما لقي قصة فيها حاجة كده مش مضبوطة فبالتالي هو ايه غير ال part ده تمام باكت تعالوا معايا نشوف الجزئية اللي بعد كده بتكلم عن teaching adults to read and write arabic علم الكبار القراءة والكتابة باللغة العربية two months ago بيقول من شهرين يعني منذ شهرين i started helping out at a project in my city بيقول من شهرين بدأت المساعدة في مشروع في مدينتي in this project في المشروع ده young people اللي هما الشباب like me help adults who can't read and write arabic بيقول الشباب يعني اني انا اساعد البالغين اللي هما ما بيقدروش يعني على القراءة والكتابة اللي هما يعني لا يستطيعون القراءة والكتابة my partner partner اللي هو زميلي was mrs عز and she was very nice بيقول يعني زميلتي كانت mrs عز بيقولوا ان هي كانت very nice يعني كانت جميلة جدا first we looked at the alphabet في البداية بيقول ان هي بصت على الحروف together مع بعض i said the sound for each letter وانا قلت ايه الصوت بتاع كل حرف and mrs عز repeated وهي كررت sometimes في بعض الاوقات she nearly gave up بيقول بعض الاوقات يعني بعض الاوقات بيقول ان هي كانت بتستسلم but ولكن then ثم i said things like لكن ثم i said طبعا قلنا الست دي ماضي انا قلت things like انا قلت اشياء زي ايه you are doing really well يعني حقتها انك تقدر تعملها don't stop now ما تتوقفش الان it was fun to be a teacher من الممتع انك تكون معلم instead of a student بدل يعني ما انت تكون طالب especially when i asked her خاصة عندما انا طلبت منها did you do your homework this week يعني هل تستطيع او هل يمكنك انك انت تعمل الواجب الاسبوع ده or what did you learn yesterday او ايه اللي تتعلمتو بالامس it was great to help mrs عز learn something new يعني كان من العظيم انك انت تساعد mrs عز ان هي تتعلم شيئا جديدا تعالوا بقى كده معايا هنا هنا بيقولك ايه gassing the meaning of new words خمن معاني الكلمات الجديدة يعني انت عشان تجد كلمة جديدة يبقى انت اول حاجة بتعملها ايه اول حاجة لازم تفهم type of words يعني نوع الكلمة دي هل الكلمة دي knowing ولا دي adjective ولا هي adverb ولا هي a verb ولا هي adverb الكلمة دي عبارة عن ايه واحنا عارفين ان ال knowing قبله بنحط ادوات النكرة او المعرفة الاي والان والزام عندنا كمان adjective الصفة وقلنا الصفة بتوصف a person or thing الصفة بتوصف قلنا شيء او بتوصف شخص عندنا كمان ال verb الفعل وقلنا ال verb ده بيوصف action حدث زي لما اقول play اقول eat اقول joint ده كله verb افعال ال adverb قلنا بيوصف الفعل ال adverb الحال ده بيوصف فعل زي ما اقول you are doing a wall زي ما اقول he did his homework lazily يعني هو عمل واجبه بشكل ايه بشكل كسول تمام؟ هنا بعد كده بيقولك ايه؟ تعالوا معي هنا اخر حاجة عشان نحيل اسئلة read and decide the type of the underlined words اقرأ وحدد نوع الكلمات التحتيها خط هل الكلمة ده verb ولا هي noun ولا هي adjective تمام؟ I decided to go to the club يعني انا قررت ان انا اذهب للنادي طب يا طرح عندنا هنا decide d dm decide d احنا قلنا فعل طيب وعندنا club club d noun هنا هنا coach d noun تمام اسم طيب يقول what did me kick كك دي يشوط يعني ده فعلي بقى هقوله verb I was a talented talented يقولنا adjective يقولنا دي صفة انا كنت موهوب فبالتالي انا حكتب لوني دي adjective طيب بيقول هنا football player قلنا عندنا player ده ناون اسم يبقى حكتب ايه ناون بعد كده معي هنا تعالوا نحل اسم بيقول ايه can you know how life in space is بيقول كيف الحياة في الفضاء يعني هقوله ايه imagine اتخيل يعني ازاي الحياة عاملة كده في الفضاء زي نقط train the football team wall before the final match مين عندنا الدرة بيقول فريق الكرة بشكل جيد قبل يعني عبل المباراة النهائية طبعا عندنا coach اللي هو المدرم he is a not basketball player هو يكون ايه بيقول لاعب كورة السلم he always wins and scores many goals دايما بيفوز وبيحرص العديد من الاهداف طبعا ده الشخص اللي بيكون talented يعني موهوب we have a lot of free time for activities on our احنا عندنا الكثير من الوقت الفراغ للانشطة in our a طبعا in our vacation في الاجازة او في العطلة بتاعتنا use colorful انا استخدمت colorful ايه هقول rubber استخدمت يعني غلاف ملون to wrap how many goals did عمر جايب هنا مسافة in the tournament كما عاد الاهداف اللي عمر هقول score يعني احرزها اللي بعده i had to بيقول انا اضطرت لي ايه my writing to make sure that there were no mistakes انا اضطرت لي ايه بيقول اني اتأكد اني مفيش اخطاء ان انا اعمل check اني انا افحص الكتابة بتاعتي علشان اتأكد اني مفيش اخطاء Elsa not said problems and made changes to Elsa لاحظت المشكلات بيقول ان هي عملت تغييرات to aid them هقول to solve them علشان تحلهم تعالوا معايا بعد كده هنا جايب برضو اسئلة تانية the doctor's job is وظيفة الدكتور او طبيب is not but it's very important for the community بيقول ان هي بتكون مهمة جدا للمجتمع هقول ان هي tiring يعني عبا او مرهقة اللي بعده بيقول you should use a strong password to stay not online من الجيد انك تستخدم password يكون قوي علشان تبقى ايه online هقول save تبقى يعني بامان عبر الانترنت who is the funniest بيقول يعني مين اللي بيكون اكثر تسلية in your family في العيلة بتاعتك فهنا هقول member مين اكتر عضو مسل في العيلة بتاعتك هنا بيقول my younger brother يعني اخويا الصغية my favorite نقاط on the vacation is to volunteer at a community garden بيقول نشاطي المفضل حتى اختار هنا اكتيفتي هقول نشاطي المفضل في الاجازة ان هو بتطوع لحديقة المجتمع we should say احنا يجب ان احنا نقول ايه things to help and support people to continue working يجب علينا ان احنا نقول ايه هقول positive things اشياء تكون ايجابية نساعد لندعم الناس عشان يستمروا في العمل بتاعهم اللي بعده بيقول don't give شايفين معايه ده سؤال خاص به في الجر فقلنا give up we're happy to بيقولك ان احنا كنا ساعداء to part هقول to take part اني شاركنا in this interesting school project في مشروعات المدرسة المهمة احمد didn't drink coffee احمد ما شربش القهوة he drank juice هو شرب juice طبعا هنا عندنا دي اخر الجملة يبقى هقول instead زي ما قلت ان هي بتيجي في نهاية الجملة تمام؟ بعد كده عن speaking عن مهارة التحدث asking and answer questions about summer vacation activities السؤال عن انشاطة العطلة الصيفية والاجابة عليها ممكن الناس سألقول ايه which دي طبعا لا تستفهم بمعنى اي او ايهما which activities do you do in the summer vacation ايه الانشاطة اللي بتقوم بيها في العطلة فكل واحد طبعا بيقول i play in tournaments and i help out at my family workshop يشارك في البطولات الرياضية بيقول ان بيقدم المساعدة في واشة العمل الخاصة بعائلتي هنا برضو سؤال تاني which activities would you like to do ايه الانشاطة اللي انت بتحب تعملها يعني فطبعا هنا قال لك ايه i'd like انا اود او ان انا احب to volunteer اتطوع to help other people make their local area better يعني ان هو بيحب تطوع فيها حديقة المجتمع عشان يساعد الناس ان هما يجعلوا المنطقة بتاعتهم تكون افضل طب سؤال تاني بيقول لك what did you do in the summer vacation ايه اللي فعلته في الاجازة انا بيقول we planted lots of flowers ساعت جدتي في الحديقة الخاصة وكمنا بزراعة الكاسيب من الاصغر كيف شفتم معايا حلقتنا النهاردة طويلة جدا فزاي مش شفتم برضو الدرس لسه مخلصش ده عندنا part two الجزء التاني هيكون من حلقتنا المرة الجاية زمن الماضي البسيط وهنحاول نحل عليه كتير جدا جدا علشان نفهمه كله ان شاء الله كده تكون خص حلقتنا اتمنى لكم التوفيق والنجاح ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا هو